السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في وصفة جديدة فيديو جديد على قناة وصفات اسماء اسماء غسيب اليوم سنشارك معكم بريوش بكريمة روعة يجي رائع في شكل مضاق ولا ارواع بعجينة مبسطة قووا معي باش تعرفوا المقادر وطريقة التحضير لهاد البريوش سنحتاجه 300 قرام ديال البقيق الابيض مايو عديل ثلاثة الكووس ياغور طبيعي كأس ديال الماء صغير كأس ديال الحليب صغير وكأس ديال الزيت صغير فانيلا او لا سكر فانيلا خميرة فورية او خميرة الخبز وقبصة ديال الملح وهنا غادي ناخدوا الاناء اللي غن نعجنو في هاد العاجين غنديرو هنا سكر سانيدة كأس صغير كأس صغير مع مرش يكون ديال الزيت غنضيف هنا الملح والخميرة الفورية غنضيف هنا ممكن ان تعوده بالحليب ونضيف كأس الماء دافي نخلط هذه المكونات جيدا احتاج دوب الخميرة في السوائل السنيدة ومن بعد نضيف الطقيق هنا كما قلت لكم في الأول 300 جرام الطقيق يعني ثلاثة الكؤوس والعنبة سوف نضيف ملعقة أو ملعقتين على حساب كل دقيق وكي يكون على حساب الجودة دقيق اللي كيتشرب السوائل وكي اللي ما كيتشربهمش ونخليها تخمر في مكان دافي حتى يتضاعف الحجم ديالها ونحضروا الكريمة اللي سترافق هاد بريوش بالنسبة للكريمة غنحتاج هنا ربع ليتر ديال الحالي بما يعد الكأسين شاي سوف نحتاج هنا كريم باتيسيير بالنكهة ديال الشوكولات او اللي نضيف الكريم باتيسيير العادي نضيف لها الكاكاو او اللي قهوة سريعة الدوابين وممكن انكم تفادوا الكريمة وديروا الشوكولات ديال الدين اللي معروف وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان 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 نحطوهم فوق نار تكون مهيلة مع الاستمرار في الخلط حتى كتعقاد هاد بلاك خيم نحطوها جانبا تبرد داروري لك خيم خاصة تكون باردة باش ما تتخصرش لنا العاجين هنا من بعد مختمر العاجين غادي ندوز باش نشكلو هنحطوه في السطح ديال العامل وغادي نقسم هاد العاجين على خمسة الكويرات او اللستة يعني على حسب الطبقات اللي بغيتوها في هاد البريوش انا هنا غادي ندير خمسة ديال الكويرات وغادي نحاول انني ننقاد الحجم ديالهم يعني يكونوا يجيوني قد قد باش من اللي نسرح العاجين والبريوش يعني ما تكونش كورة اكبر من الاخرى غنخليهم يرتاحوا ومن بعد غادي نبدأ نسرح بالكورة بالكورة كنسرح هنا كنستاعن هنا اما بالضقيق او لا الميزينة باش كنسرح هاد كويرات وكننا اخدو هنا مول اللي يكون دائري انا كنوضع فيه ورق الزبدة ضروري هاكا باش كن تفادوا ان الشوكولات او لا كخيم يلسق لنا البريوش من تحت او اللي يتحرق غا نسرح الكورة الليولة غنحطها وغادي نبدأ نطلق الكورة الثانية هنا لا كخيم من بعد ما بردات ليه كيف ما كنتشوفو غادي ناخد الكورة اللي سرحت الاولى غنوضع فيها هاد لا كخيم كيف ما قلت لكم ممكن انكم تستعملوا الشوكولات ديال الدهن واندير طبقة ديال العاجين وطبقة ديال الشوكولات او لا كخيمة غندير هنا الطبقة الثانية ديال الشوكولات وغنسرح الكورة الثالثة كيف ما كنتشوفو وغندهن فوق هاتاني كريمة وكان بقى مستمر بنفس طريقة طبقة ديال العاجين وطبقة ديال الكريمة حتى كنكمل الكمية ديال العاجين اللي عندي هنا كيف ما قلت لكم العدد ديال الطبقات على حسب الرغبة ديالكم انتوما وهنا من بعد مكمل طبقات كاملين يعني الطبقة الاخيرة ما كندير فيها تشي حاجة كنخليها خاوية هنا غنناخد واحد يعني كأس اللي غادي ناخد به هنا القياس غنحطه في الوسط وغادي نبدأ نتراسي العاجين نقسمه على هاتشكل هذا غنحاول ندير العدد متساوي يعني تقريبا نديره العدد المزدوج باش ما يبقى لشي طلي نحتشي وحده ومن بعد مما تراسيتها كاملة غنناخد هنايا كل جوز وغادي نلويه كيف ما كتشوفو وكالباقي الجوج بالجوج يعني كنحاول كناخد جوج كاللويهم وكن نشد من الجوانب كل جوج كنلاسقهم مع بعضياتهم هنايا باش كيعطيني الشكيل ديال الوريدة وكان هذا هو الشكل ديالها غادي نندهنها بالصفار ديال البيض مع قطرات ديال الخل او لا ملعقة ديال الحليب مع البيض باش نحيدوا هذه الزفار ديال البيض ومن بعد غادي نندهنها كاملة وفي هاد الاتناء غادي نخليها حتى تختامر ويتضاعف الحجم ديالها ومن بعد غادي نطيبها وفي الفران يكون سخون ما كتتاخدش لي الوقت بزاف وكان هادا هو الشكل ديالها من بعد مما طابت كيجي شكل ديالها رائع وكتنتافخ كيف ما كتشوفو طيبة من الجوانيب وطيبة حتى من الداخل وغادي نحيدها من اللمون يعني هاداك الورق ديال الزبدة كينفع في هاد القادية كننزيلوها بسهولة حتى لك خيم ما كتلتاصقش لنا في اللمون واندهنها هنا بالموربة بش يعطيها اللمعين من الفوق طريقة ساهلة ومبسطة ان شاء الله تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها مع الأحباب ديالكم فارتجيو هاد الفيديو مع الأحباب ديالكم والأصدقاء باش تعمل فائدة غا نوريكم شكل ديالها من الداخل كيفاش كتجي كيجي هذا البريوش خفيف فورطب ومقطن من الداخل ومهوي وباقي سخونة نخلي واحدة تبرد انا بغيت نوريكم شكل ديالها باش تشوفوها من الداخل وكيجي المعضاق ديال هاد الكريم رائع وكانت هدي الوصفة ديالنا ديال اليوم كانت منها تنال الإعجاب ديالكم الى وصفة قادمة وفيديو آخر بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة